موسيقى وخصنا نقدمه الشقق العدد دي الناس او الشقق يمشي المجتمع المدني والشعب المغربي اللي يسندني في هاد الحملة هاد بدون استثناء ما كان عاربش لا لي بريني ولا لي ما يبريني الحمد لله تقولها بياك يبريني ولا يمكنني لها كمالية انهم سندوني في هاد المشور تاني شيء الصحافة دقتوا هاد الخدمة خيالية لانها ولت لتشرم النموذجية ومثالية في العالم بأسره لانها دا غير واحد طبيب في واحد المكتب ديالو لاحظ التقة والمسلاقية الحمد لله كان بني وبيل شعب المغربي اعطته واحد القوة خيالية لزعجة عدد كبير من المؤسسات وهذا النجاح اللي وصلنا فيه كنشكره الامن الوطني اللي وقف في واحد الفترة وزيزة تاريخية اقول افتخر تاريخية لأول مرة في تاريخ المغرب في واحد الفترة وزيزة كي توقف اكتر من 12 ألف وحد ورجعت التقة في عدة المناطق ورجعت التقة في جميع في عدد كبير تخيلوا انهم جمعوا مليون ومئتين مهلوي استوكليغ الأقراص ديال هذه كل الأقراص كيمكن لهم يكونوا سبب في واحد يكون عند واحد المعاملة سيئة وجمعوا اكتر من 20 ألف سلاح أبيض خل كل سلاح كان يمكن يكون سبب في حالات ديال الجواب انه فنوصلات للحالات ديال لدي تشارمي اولا احنا شخصيا كان نشوفو بلي الحالات نقصو بطريقة جيدية وبالخصوص لما القضاء دخل في واحد نطاق للجزر في هاد في هاد الحالات والأحكام كانت قاسية ووردت الناس تراجع على هاد المواقف أرجع الواحد ما كيدرب إنته كيدرب لها مية تخميمة وتخميمة وكان صح وكانت وجه لهاد الناس اللي مالي العنف اللي كيكون خارجين عن نطاق ديال اللي تحكموا في الشخصيات ديالهم مش هي غيدربوا الناس ما يدربوش تريوس هم أغير العدد اللي تيدرب رياضه كتر من اللي كيدرب ناسه وكيكون يدور فيهم واحد تشويهات في الدين ديالهم بعد مراد في الوجهة ديالهم ما في البطن ديالهم لجراحة جميل لا قدرتها لها بصلح العاشرات أو المئات ديال الجروح اللي كيدرها كله ينشر من دين وكله ينشر من راسه ولجمعتي هاد الفئات كلهم كيعطيه واحد للمأساة ديال هاد الناس صعوبة في الزواج في العامال في الخروض في هاد شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر